لبنات الرجال بسداء من اليوم ودعو لي الشيب وخيكون في العمر ديالك 100 عام قسما بالله لغد تخلصو لي من الشيب مهما كانت الحدة ديالو وخشعر ديالك يكون كي يغزو بالشيب بهذا السر وبهذا الوصفة السحرية الرائعة لما غاديش تباق تاجيها معكم ولا تشاركها معكم الصديقتكم وحبيبتكم ما تبغيش لانو الوصفة السحرية سحرية المفعول صدقوني منذ اول استخدام في نصف ساعة كتبا النتيجة بواحد المكونات الحمد والله متوفرين عند الجامعة الخور الرباخة مع القناة ديالي الحمد والله لها الهام شانيل دائما كي الجديد فانتمنى البنات تدعموني باللايكات اللايكات ديالكم لهذا الفيديو لك تشاهدني ولا كتفرج فيه انتمنى تضغط على زر اللايك باش تزيد تخليني نخدم كتر وكتر ان شاء الله ونجيب لكم كل ما هو جديد في مجال الوصفة الطبيعية المجربة والمضمونة واحتوى ان كان عندك شيب مبكر فغادي تخلصي منه فقط في نصف ساعة نصف ساعة يا البنات غادي تخلصي منه وغادي ندو هذا السر اللي هو سر صيني يعني وصفة صينية لعلاج الشيب منذ اول استخدام نهائيا وللأبو كما قلت لكم البنات هاد الوصفة صينية معاجزة سبحان الله العظيم في القضاء على الشيب ارى لما شفتيش هاد الفيديو را ما شفتي حتى شي حاجة هاد الوصفة البنات ارى خاطيرة للغاية احسن وصفة للقضاء على الشيب نهائيا والتخلص منه للأبد ان شاء الله بفضل هاد الوصفة الصينية الحمد لله اللي اعطتها لي الصديقة ديالي الله يخليها ليه من هاد المنبر كنحيها يعني وصفة خطيرة 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 كيعملوها الصينيين والصينيات لعلاج الشيب وصالحها للنساء والرجال يعني للنساء والرجال ونشرح لكم طريقة استطبيق وكل التفاصيل ولكن قبل غزالاتين بغين قول لكم لكنكم ما زالين جداد اشنو كتسناو اشتركوا في القناة مرحبا بكم والف مرحبا فعلوا زر الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد باش ان شاء الله العائلة ديالنا تزيد تكبر وتكتار اكتر واكتر فاشتركوا مرحبا بكم را يوميا تنزل على الاقل فيديو هين في اليوم كيفما كان عمل مجهود وكان جي وكان نزلكم واحد الفيديو كيوصلكم حتى الباب داركم وكتفرجوا فيه اكيد وكتستفدوا منه الحمد لله لانو الوصفة اللي كان قدم دائما مجربين ومضمونين مليار في المياه فحتى انتم انتم تدعموني بحاجة واحدة وتساعدوني بها هي اللايكات 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 ديالكم لهذا الفيديو لكي يصل للفيديو الع لانو فعلا هاد الوصفة الصينية تستحق اللايكات وتستحق الباغتاج او تستحق المشاركة انت من اي سيدة تشوفي يدابة تشارك هاد الفيديو مع صديقات ديالها مع الحبيبات ديالها مع الام ديالها الناس اللي كانت تعرفهم كيعانوا من شيب وعمل لهم حالة ما خلوا ما استخدموا في الوصفات ما خلوا ما عملوا مسيباغات غير كيزيدوا كيهرسوا الشعر ديالهم كيدكدقوا ديك الزغبام زيان كتكون هي ديجة بعدها مدكدقة وكاددكدق بفعل دكتسبوغات اللي ك كيماويين اللي كيعملوا غير خمسة وعشرين درهم تلاتين درهم مغربية ولكن اللي ابنات انا ما نصحكم شو بيهم اراكي رجعوا الشعر جافة دي ما تنقول لليكم في الفيديو ديالي تنقول لكم مراهل السباغات الكيماوية سيرجع عليك الشعر ديالك ناشفوا باهد حتى اللون ما كيبقاش لون حتى اللمعان ما كيبقاش حتى ذيك الزغبة فاشكت هكذا التقيسي هكذا تلقيها حرشة وناشفة ومتقطعة وزائد التساقط زائد الصلاع او المشكل ديال الفراغات كبحوا فيها من تلقاء نفسكم هاد المسألة ديال يعني ديال السباغات الكيماوية انتو مالكة تمشيوا ليها يعني ماشي شي واحد يكي يديكم لها وانما انتو مالكة تمشيوا ليها يعني بوحدكم كبحوا في هاد القضية هدي فبعدوا بعدوا منها رغا تسبب لكم مشاكل خطير للشعر ديالكم والفروة الرأس ديالكم ديما استخدموا الوصفة الطبيعية وهاد الوصفة ما استخدمتها اشراف حالما جربتها حتى شي حاجة اقوى وصفة للقضاء على الشيب مهما كانت الحدة ديال الشيب ان شاء الله انتو مدى كل شي يجربها يا ربي وتكتبوا لي في كومنتيغ انكم فعلا جربتوها وهنا سايجلي لقيتوا عليها وارخاو الرباخة يعني دائما في احنا في هاد المسألة هدي وفاد القضية هدي ولا هاد الشعر هدي اللي احنا مسمينه الحمد لله القناة ديالنا يعني يرخاو الرباخة مع قناة إلهام شانال وكل شي غايجرب القناة ديالنا البنات دراوش والناس دراوش بصفة عما سوان كنتونيسة اولى رجال الوصفة صلحة الجنسين معا اه غاية في الروعة ومدهلة كتر الطب الشعر كتعالج تقسوف كتعالج جفاف كتكتف لك الشعر ديالك كتطولولك كتعالج جميع المشاكل اللي عندك في الشعر ديالك وبدون ايطالة غندوز معكم باش نتعرفو على مكوينة هاد لاغوست طريقة التحضير ديالها وطريقة لاستخدام ديالها ولبنات هاد الوصفة مكوينتها خاطيرة خطيرة 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 بزف فعلى بركتي الله غادير مشو باش نتعرفو كل حماس ووالله يلقى ساملة كل حماس وكل طاقة ايجابية لانه فاش جربت هاد الوصفة الصينية كان نتيجة خورة في ذلك شعراش قلت لابده لابده ان تختجي معا لبنات هاد لاغوست هادي لانه فعلا تستحق المشاركة معكم المهم على بركتي الله بالنسبة لمكونات لبنات غاد يتحتاجوا معايا الى اول حاجة لبنات غاد نبدأو بها هي الحنة وهنا عندي الحنة الكحلة ماشي الخضرة سمعوني لبنات ماشي الخضرة ماشي القهوية ماشي البيضة وانما الكحلة خديت هادي ديال رويال عدنا في المغرب حنة رويال رها الخيصة غاتمشي عند اي عطار غاتقولي لي حنة رويال اي عطيها لك هادي تعمل ثلاثة ديال دراهم مغربية رخا والرباخة يعني ماشي شي حنة غالية يعني كما قلت لكم رويال حنة هادي زوينا لبنات كتعمل ثلاثة ديال دراهم رخيصة هاد الحنة الكحلة غاية في الروعة مع هاد المكونات لي علاج الشيب والقضاء والتخلص منه نهائيا وهاد الوصفاء الشيب فاش كي بغي ينوض لك ينوض باللون الاسود او الاكحل كما كنقولو احنا يا يعني اللون الاسود او للون النوا بالنسبة للمكونات الاخرين غادي تحتاج معي الى زهرة البابونج مطحونة انا غا نوريكم الشكل دياله قبل ما انطحنها لانو بزاف تنسي يقولو ليا حاولي تورينا المقادير قبل ما انطحنيهم كتابوا الي لنا الاسماء ديال فالدول العربية شنو الاسم ديل هاد العشبة هادي باش نستفدوا إن شاء الله هانتو ملبنات هاده هو هاده هي الغاها البابونج هذا و شكل ديالها و نحتاجه بها ان شاء الله كيمية يعني تكون مطحونة بهاد الشكل هاده وسي يحتاج معي الثالث مكون اللي هوا بودرة الشاي يجب أن نضغط البنات يجب أن تأخذ كمية من هذا الحبوب يجب أن نضغط البنات و بالنسبة للمكون الآخر الكاركاديها أو الكاركادين الكاركاديها أو الكاركاديين عشبة متوفرة عند العطار تجيب اللون الأحمر حتى هي معجزة في القضاء في القضاء على الشي سأريكم الشكل قبل أن نضغطها هذا هو الكاركاديه او الكاركاديين نحتاجه منه كمية تكون مطحونة هذا هو شكل الكاركاديين او الكاركاديه قبل ما يطحن وهذا الشكل دياله بعد ما اطحنته نحتاجه المكون الاخر البيض هنا لديه جوج البيضات البيض البلدي و البيض العادي لديك في البيض استخدامه سواء البيض البلدي او لا البيض العادي هنا سنحتاجه البيض البيض و اخر شيء هي كمية من مغلق اتي اتي عادي المغريبي دياله اذا لا تكون اتي في الدولة لديك فيها خذي غير ذلك الساشي ديال البطن ولا اي ساشي ديال اي شيء اخر غمر يوم في ماء مغلى و من بعد فتحي ذلك الساشي و حتحي ذلك البقايا ديال الشاي واستخدميه في هذا الاغوسات ندوزو البنات لطريقة التحضير بدون اطالع عليكم بسم الله غادي ناخدو كمية ديال زهرة البابونج و غادي تاخدي معايا كمية ديال بودرة الشاي غادي تاخدي معايا كمية ديال الكركة دي و انا غنستخدمها كاملة لانه ما خديتش كمية كثيرة بزاف و غادي نخلطوهم و غادي نخلطوهم عاد من بعض غادي نضيفو عليهم هاد الحنة الكحلة هنا كما قلت لكم خديت هاد الماركة المغربية المعروفة هي روايان انتي اخودي اي نوعية ديال الحنة فغادي نحاول نفتحها هانتو من البنات هانتو من البنات هادي بسم الله تأخذ الكمية اللي غا تكفيك هانتوم البناس هدا و الشكل ديالها بالنسبة الناس لي مكيجربوهاش اول مرة غا يستخدموا فاد الوصفة الصينية و غادي نضيف هدك بيض بيضة و نبدأ نخلط كل شي بمتبوخ الشاي او مغلقاتي بسمنا البناس هاد الوصفة بختاجي و هاو تشاركوها مع الناس العزازين عليكم وتحولوا توصلوا هاد الفيديو العدد كبير 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 من اللايكات باش ان شاء الله بزف ديالناس يستفدوا من هاد الفيديو هادا وتعوم الفائدة يا رب للجميع نحط ديالناب حتر مصر لفكون فعنتم البناس هدا و شكل ديال هاد لا غسطيدي اليومه خاطير مندو اول استخدام غتلاحظي الفقق قسما بالله انتم منها غير تجربها وتكتبي ليه في تعليقات كيف اجهتك تعليقات دائما مفتوحة لبنات اراها وخي يكون العمر ديالك مية عام قسما بالله إلا ما غديش يبقى الشيب نهائيا على ضمانتي فانتم منها تجربوها وتقول ليه في تعليقات كيف اجهتكم بعد ما جربتوها وش فعلا نالت ردة ديالكم وش فعلا استفتوا منها او لا خليوا ليه اللايكات اللايكات ديالكم والاشتراك ديالكم في القناة تفعلكم زل جرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد شكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى المساندة ديالكم على تجيع ديالكم الدائم وهذا هو القوام ديال وانتم منها تجربوها ان شاء الله سواء كنتو كبار او لكنتو صغر فهي سحرية المفعول والنتيجة كتبان منذ اول استخدام ما غنقولش لك هاد الوصفة في ثلث ايام ولا هادا في نص ساعة ولا في ساعة مقانية غتبلك النتيجة مني تطبقوها حاولو البنات تستخدموا البلاستيك الغدائي ولا النايلون باش تبالك النتيجة في ساعة الى ما عندكش النايلون خذيغي ميكا قسمي على جوجو عمليها للشعر ديالك ومن بعد ما تعملي الميكا خليها نساعة حتى لساعة وغسليها بصحتك وراحتك تمنى البنات تعملوا لي اللايكات لهذا الفيديو وتشجعوني بالشتراك ديالكم في القناة وتفعلكم زل جرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد وموادي معكم جديد في الفيديو القادم السلام عليكم